ترجمة نانسي قنقر ايزن العبيد بن علي معاولة في ذلك على جميع قواها الحية وفي مقدمتها الكفاءات والطاقات التجمعية بمغتلف القطاعات والجهات وأبرز لدى إشرافي اليوم بصفاقص على مؤتمر الجميع المهنية الشمالية بالمدينة الدورة الحيوية الموكولة للتجمع في تجسيم الخيارات الرئاسية الثابتة في تعميق مصر الإصلاح والتحديث بما يثر رصيد المكاسب الوطنية لفائدة أجيل الحاضر والمستقبل ولاحظ الأمن العام للتجمع أن تونس التي تعد نموذجا يحتذا في مجال ترسيخ قيم التضامن والعدالة الاجتماعية بين كل الفئات والجهات لا تدخر أي جهد في سبيل توفير مقاومات العيش الكريم للجميع والحفاظ على كرامة الفرد مضيفا أن التشغيل يظل تحديا حقيقيا ليس في تونس فقط بل في كل بلدان العالم حتى المتقدمة منها لا سيما في ظل تدعية الأزمة الاقتصادية العالمية وعبر منظلوا الجامعة المهنية الشمالية بإصفاقص ومنظلاتها عن التفافهم حول خيارات الرئيس العبد بن علي الحكيمة وتمسكهم بسيادته قائدا لمسيرة تونس حاضرا ومستقبلا انطلقت بدر التجمع الدستوري الديمقراطي بالعاصمة أشغال الدورة الثانية لفضاء الحوار الوطني حول النقطة الثانية والعشرين من البرنامج الرئاسي معا لرفع التحديات والتي جاءت تحت عنوان رؤية متجددة للتنمية الجهوية وأكد السيد رفيق بالحشقاصم عضو ديوان السياسي للتجمع وزير الداخلية والتنمية المحلية لدى افتتاح هذه الأشغال الأهمية التي يوليها الرئيس العبد بن علي فضاءات الحوار باعتبار ما توفره لمناظلية التجمع ومناظلاته من فرص متجددة للإسهام الفاعل في بلورة الأفكار والمقترحات الكثيلة بإنجاز البرنامج الرئاسي وتحقيق أهدافه وثمنا عضو ديوان السياسي في هذا الإطار المكانة البريزة التي تحظى بها الجهات في برنامج سيادة الرئيس للفترة تسع وألفين أربع عشرة وألفين بما يؤهلها لمزيد الارتقاء على درب التنمية الشاملة والمتكاملة مبرزاً الأبعاد السياسية والفلسفة العامة للأهداف المرسومة ضمن النقطة الثانية والعشرين من هذا البرنامج سواء على صعيد التطوير الهيكلي والمؤسستي للجهات أو على مستوى تعزيز البنية الأساسية ودعم الاستثمار والتشغيل فضلاً عن دفع العمل البلدي من أجل ترسيخ مقاومات جودة الحياة وعلى صعيد آخر أبرز سيد رفيق بالحشقاص تقسم الدورة المناطة بعهدة اللجنة المنبثقة عن فضاء الحوار من حيث تعميق التفكير في مجموعة من المواضيع المطروحة وتقديم الاقتراحات العملية بشأنها أتو وطقات التجمعية بمختلف القطاعات والجهات أتو وطقات التجمعية بمختلف القطاعات والجهات